موسيقى رئيس السيسي يطمئن محدودي الدخل ويؤكد التزام الحكومة بحقوق المواطنين البسطاء اجتماع عاجل بالخرطوم للمجموعة العلمية المستقلة اليوم لبحث المخترحات المصرية بشأن سد النهضة ولي العهد السعودي يحذر من ارتفاع قياسي لأسعار النفط العالمية إذا لم يتضافر العالم لردع إيران لكنه يؤكد أنه يفضل الحل السياسي العشرة صباحا في القاهرة سمينة صباحا بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية على شاشة النيل مرحبا بكم طمئن رئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التنمي والتموينية وحسف بعض المواطنين المستحقين منها وكتب الرئيس على صفحته الرسميتين بموقعي تويتر وفيسبوك قائلا اطمئن لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء في إطار الحرس على تحقيق مصلحة المواطنين والدولة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعا مع رئيس الوزراء وزير الأوقاف بتنمية مهارات الأئمة وتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لهم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية لوزارة الأوقاف وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزراء الأثار وسياحة والإسكان استعرض رئيس السيسي الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وصرح سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض جهود الوزراء في مجال الدعوة والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة من خلال برامج تدريبية تشمل إلى جانب علوم الدين دراسة اللغات الأجنبية وعلم النفسي والاجتماع ومفاهيم الأمن القومي والمدارس الفكرية والفلسفية المختلفة وأليات التواصل الإعلامي والإلكتروني الحديثة كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات عملية تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للأوقاف على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها ووجه السيد الرئيس كذلك بمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدي للفكر المتطرف والمتشدد وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة ونشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة مؤكداً سيادته أن الدين الإسلامي ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويحض على السلام والأمان والبناء والتعايش السلمي بين البشر كما اجتمع سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير الأسار والدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وذلك من ناحية تطورات المراحل الأخيرة لإنشاء المتحف وتجهيزات استقبال وعرض القطع الأسرية وكذا أعمال إنشاء القاعات المتعددة الملحقة بالمتحف ومنطقة الخدمات التجارية حيث عرض السيد وزير الأسر تطورات سير منظومة العمل موضحا أنها تسير على النحو الأمثل ووفقا لأحدث المعايير العالمية في هذا الصدد السيد الرئيس وجه كلها لاجتماع بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع وافتتاحه مشددا سيادته على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة خصة باعتبارها أصل الحضارة الإنسانية كما استعرضت أسيدة وزيرة السياحة جهود تطوير قطع السياحة والتي انعكست في التقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي للتنفسية الذي صدر الشهر الجاري وأظهر عددا كبيرا من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بقطاع السياحة في مصر تاقد المجموعة العلمية المستقلة بالخرطوم اليوم 1-3 من أكتوبر اجتماعا عاجلا لبحث المقترحات المصرية بشأن سد النهضة وكذلك مقترحات إسيوبيا والسودان ومن المقرر أن يعقب هذا الاجتماع اجتماع لوزراء المياه بالدول السلاسي يومي الرابع والخامس من أكتوبر لإقرار مواضيع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وعاقد وزراء المياه في الدول السلاسي اجتماعا في الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري اقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية دون مناقشة الجوانب الفنية الخاصة بالسد وكانت مصر قد أعربت عن عدم الارتياح لطول أمد المفاوضات مع التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحسن نية بما يساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول السلاسة حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى مستويات قياسية إذا لم يتضفر العالم لردع إيران لكنه أضاف أنه يفضل الحل السياسي عن الحل العسكرية أضاف الأمير محمد في تصريحات لقناة سي بي أس الأمريكية أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن هجمات الرابع عشر من سبتمبر على منشآة أرامكو كان عملا من ضروب الحرب تقوم به إيران لكنه قال إن المملكة تأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضروري وأن الحل السياسي هو أفضل بكثير لأن اندلاع حرب بين المملكة وإيران سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي أكد وزير الأهلام اليمني معمر الإيرياني بأن ميليشيا الحسي والمدعومة من إيران تروج لانتصارات وهمية عبر وسائلهم الأهلامية بواسطة مقاتع فيديو قديمة لعملية التفاف فاشلة نفذتها قبل شهر كشف الإيرياني في سلسلة تغريدات على تويتر بأن ميليشيا الحسي استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى لمحاولة الالتفاف الفاشلة في محور كتاف أحبطتها القوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي كان الحوثيون قد ادعوا منذ يومين تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئة الأليات والمضرعات وأسر الألاف من القوات الشرعية في محور نجران في شأن يمني آخر غمرت مياه الأمطار مخيمات اللاجئين في أماكن متفرقة بمدن عدن ولحج وشبوة جنوبي البلاد وتطررت المؤن الغذائية لسكان المخيمات من المياه التي ملأت الطرقات مما طر السكان إلى استخدام وسائل بدائية للتعامل مع الموقف بعد أن فروا من جحيم القتال السيء في مدنهم واجهوا مياه الأمطار الأسوأ في مخيماتهم هكذا أصبح حال اليمنيين المنكبين بمياه الأمطار الغزيرة في مخيماتهم التي لقوا إليها بمدن عدن ولحج وشبوة جنوبي البلاد مواد الغذائية تبللت الرز والسكر والزيت وغيره والصعون والأطباق اللي لقيتوا اللي ما لقيتوش يعني كارثة بمعنى الكلمة مش علي بس على جميع المخيم على الخارجي وبعد أن توقفت الأمطار عكف سكان المخيمات على تكفيف محال معيشتهم والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من ممتلكات تسببت الحرب الأهلية دائرة في اليمن منذ نحو خمس سنوات في تشريدي مليوني شخص أغلبهم يعيشون في مخيمات متفرقة يواصلون فيها حياتهم انتظارا ليوم يعودون فيه إلى ديارهم أعلن الجيش الجزائري أنه لا يدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر من ديسمبر القادم لاختيار خليفة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة اعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد الصالح حكم السجن الصادر بحق شقيق بوتفليقة اعتبره جزاء عادلا وأن القيادة العليا للجيش أوفت بتعهدتها حيال الشعب والوطن فيما يتعلق بمحاكمة كل المتورطين في الفسد وسط إعادة لترتيب الأوضاع السياسية في الجزائر وتحضيرات انتخابية لاختيار رئيس جديد للبلاد يعكف الجيش الجزائري على تأمين استكمال مسيرة البلاد لا أحد فوق القانون تأكدات أطلقها الفريق أحمد قائد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري مشددا على وفاء القيادة العليا للجيش الوطني بمحاسبة الفسدين واعتبر قائد صالح أن الأحكام التي صدرت ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع ومسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات هي بمثابة الجزائر العادل كان القضاء العسكري الجزائري قد أصدر أحكاما بالسجن 15 عاما على كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومحمد مديان المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات وبشير ترتاق منصق الأجهزة الأمنية بتهمة التآمر ضد الدولة وفيما يتعلق بتحضيرات الانتخابة الرئاسية التي حددها الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح في 12 ديسمبر المقبل تقدم للترشح 79 شخصا بينما قررت حركة مجتمع السلم الامتناع عن تقديم مرشحين للانتخابة الرئاسية ونقل بيان لوزارة الدفاع عن قايد صالح القول إن الجيش لا يزكي أحدا وإن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق سيتم تثبيت ركيز الضمان الحقيقي لإجراء هذا الاستحقاق الوطني بكل ما يفرضه معيار النزاهة من بواعث صدق ومصدقية تعد هذه ثانية محاولة لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد فشل محاولة سابقة في يوليو الماضي أمام تواصل مظاهرات المحتجين رغم تحذيرات رئيس أركان الجيش من عرقلة لاستحقاق الانتخابي تنطلق الانتخابات التشرعية التونسية في السادس من أكتوبر ويتنفس فيها أكثر من ألف وخمسمائة قائمة انتخابية بين مستقلة واتلافية وحزبية وتنتهي حملاتها الجمعة القادمة ولوحظ عدم حماس الناخبين لهذه الانتخابات في وقت تحاول كل القوى السياسية والحزبية حثهم على المشاركة في الاستحقاق التشرعي مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي يترقبها الشارع التونسية سائم المواطن التونسي من وعود أقطاب السياسة القدامى وقرر البحث عن بديل ليس هذا فحسب بل واجه رسالة قوية لمؤثل الطيف السياسي التونسي خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية انتهت الجولة الأولى دون فائز واضح وإن استبعدت كل الوجوه المعروفة لتدفع باسمين جديدين في أرقة السياسة نبيل القروي أحد أقطاب صناعة الإعلام التونسية وقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري سعيد كان غريبا على الساحة السياسية قبل الاقتراع فالرجل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي ومن المحسوبين على الطيار المحافظ لكنه حاز تأييد 18% من مجموع الأصوات التي شاركت في الجولة الأولى قيس سعيد يحصد أصوات الناخبين الشباب بصورة الواضحة المناهضة للنظام وخلفيته كأستاذ القانون المرحلة القادمة هي مرحلة بناء مرحلة إعادة بناء الدولة خصم سعيد في جولة الإعادة المقررة في الثلاث عشر من أكتوبر لا يقل عن سعيد غرابة القروي قطب إعلامي وجهه معروف بفضل لافتاته المنتشرة في أنحاء البلاد لكن السلطات ألقت القبض عليه الشهر الماضي على خلفية مزاعم فساد القروي الذي يرأس إحدى الجمعيات الخيرية أيضا ينفي الاتهامات ويزعم أنها تهدف لتأثير على نتائجه في الانتخابات الرجل فاز بـ 15% من مجموع الأصوات في الجولة الأولى بعد أن قدم نفسه كمدافع عن الفقراء ويبدو أن اعتقال له حرك الناخبين في الولايات الفقيرة أو من يشعرون بأن الاقتصاد التونسي يتناساهم ويقول القروي أنه يريد أن يطلق صراحه كي يتمكن من خوض الانتخابات في ظروف متعدلة مع خصمه وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أن بإمكانه خوض مناظرة مع سعيد عبر بث حي من زنزانته إذا لزم الأمر غير أن أنصاره يعتقدون أن ذلك قد لا يكون في صالحه سعيد والقروي وعدا بمحاربة البطالة إحدى المشكلات الرئيسية في تونس والتي كانت أحد العوامل التي أدت إلى إشعال فتيل الثورة التونسية عام 2011 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إنه سيقوم بمحاولة أخيرة هذا الأسبوع للتوصل الاتفاق مع منافسي في الانتخابات والمنتمي لطيار الوسط بني جانتس على تشكيل حكومة وحدة ومن المتوقع أن يكتمع الإسنان يوم الأربعاء القادم في لقاء الفرصة الأخيرة لإبرام اتفاق بينهما لكن احتمالات فشل مفاوضات تأليف حكومة وحدة بين ليكود وأزرق أبيض رفع منسوب المخاوف في إسرائيل من إجراء انتخابات سالسة مرة أخرى تصل مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى طريق مسدود بعد عقد جلسة استمرت ساعتين بين بين يمين نيتانياهو رئيس الليكود وبيني جانتس رئيس قائمة أبيض أزرق كان نيتانياهو قد واجهت دعوة لجانتس لعقد جلسة محادثات جديدة للتوافق على تشكيل حكومة وحدة استجابة لمقترح الرئيس الإسرائيلي رأوذين ريفلين بتشكيل حكومة يتولى نيتانياهو رئاستها أولا على أن يتولى جانتس رئاستها بشكل فعلي إن تم تقديم لائحة اتهام ضد نيتانياهو دون أن يستقيل من منصبه غير أن المحادثات لم تفضي إلى اتفاق مسؤولون في حزب ليكود أكدوا أنهم يستعدون لإعادة التكليف بتشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي ريفلين ما يعني إعلان نيتانياهو عن فشله واتهمت مصادر في أزرق أبيض نيتانياهو بأنه يدفع باتجاه انتخابات ثالثة فيما تبادل مسؤولون في القائمتين ليكود وأزرق أبيض القاء اللائمة على أحدهم الآخر فيما آلت إليه المفاوضات من جمود كان حزب ليكود أصدر بيانا الجمعة عقب جلسة المفاوضات التي جمعت ممثلين عن الحزبين أن من دبيه أوضح أنهما يقبلان بالخطوط العريضة التي حدد ريفلين في مقترحه وطلب من دبي أزرق أبيض بأن يقدم ردهما على مقترح ريفلين وإذا ما كان يقبلان به أساساً للمفاوضات الائتلافية الجارية في محاولة لتجنب انتخابات ثالثة في أقل من عام في المقابل ذكر بيان صدر عن أزرق أبيض أن ممثلي الحزب قدما لطاقم التفاوض عن ليكود مجموعة من القضايا لمناقشتها والاتفاق حولها غير أن موثلي ليكود أسرى على موقفهما واشترطا موافقة مسبقة على استمرار نيتانياهو في منصبه رئيساً للحكومة وطالبا بمناقشة إمكانية التناوب وعتبر مسؤولون في أزرق أبيض إصرار ليكود على استمرار نيتانياهو في الحكم وضرورة التوصل لاتفاق التناوب دليلاً على أنهم يحاولون المماطلة في التفاوض وبالتالي جر المنظومة السياسية الإسرائيلية إلى انتخابات ثالثة فاز زعيم حزب الشعب المحافظ سباستيان كورتس بالانتخابات التشريعية النمساوية بما يسمح له بالعودة إلى منصب المستشارية ولن يستطيع كورتس الحكم منفرداً حيث سيسعى لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة منح النمساويون المستشار السابق سباستيان كورتس الثقة مرة أخرى في الانتخابات التشريعية عودة كورتس للسلطة من جديد تأتي بعد انهيار حكومة الائتلافية مع حزب الحرية اليميني المتطرف في عقب فضيحة مدوية حصل الحزب المحافظ بزعمة كورتس على 37.2% من الأسواق وهي نتيجة أعلى بنحو ست نقاط من التي حصل عليها في انتخابات عام 2017 وفقاً لاستطلاعات الخروج لا تسعفني الكلمات كنا نطوق إلى هذا اليوم وتوقعنا تحقيق نتائج جيدة لكننا لم نكن نتخيل هذه الأرقام وسيواجه كورتس الآن تحدياً صعباً للبحث عن حلفاء لتشكيل ائتلاف حكم وتبين الاستطلاعات أنه قادر الآن على تشكيل ائتلاف مع الاشتراكيين الديمقراطيين أو مع اليمين المتطرف أو مع الخضرة وهي ثلاث خيارات محفوفة بالمخاطر بالنسبة لكورتس الذي تعهد بمنح الاستقرار للنمسويين وطوال الحملة الانتخابية تجنب كورتس الحديث عن تفضيلاته فيما يتعلق بالتحالفات المقبلة وذلك لكي يحافظ على أكبر هامش من المناورة وسقطت الحكومة التي تشكلت عام 2017 مع حزب الحرية اليميني المتطرف بعد انتشار مقطع فيديو لنائب المستشار ورئيس حزب الحرية هاينز كريستيون وهو يطرح بيع عقود عامة لمرأة شابة قدمت نفسها على أنها ابنة شقيق رجل أعمال روسي وذلك مقابل منح تمويلات سرية وعقب النمسويون حزب الحرية إثر الفضيحة التي أضرت بصمعة بلادهم فقد خسر اليمين المتطرف عشر نقاط بالمقارنة مع انتخابات عام 2017 مع حصوله على نحو 16% من الأصوات وحل ثالثا خلف الاشتراكيين الديمقراطيين الذين حازوا على نسبة 22% من الأصوات قال ديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس تعرض لالتهاب فرأتين فيروسية وأن الطبيب الخاص أوصاه بفترة راحة طبية لبضعة أيام مما أكبره على عدم السفر لحضور مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الرحل جاك شيراك لفت الديوان الملكي إلى العلاقات الوطيدة والعميقة بين أسرة شيراك والعائلة المالكة في المغرب وخضع ملك المغرب الذي يبلغ من العمر 56 عاما لجراحة في القلب العام الماضي تجمع نحو 30 زعيما أجنبيا من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفرنسية باريس اليوم لحضور جنازات الرئيس الرحل الفرنسي جاك شيراك الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر نهز 86 عاما وستقام جنازة عسكرية للشيراك عند فوندق أوتل ديفونس بوسط باريس حيث يوجد جثمانه لإلقاء النظرة الأخيرة عليها قبل أن ينقل في موكب إلى كنيسة سان لويس وأعلنت السلطات الفرنسية اليوم حدادا وطنيا لوفاته الشيراك زعيما رسخ دور فرنسا على الساحة العالمية ولمعارضته غزو العراق في 2003 ولم تطلت تخصورته كثيرا بإداناته عقب خروجه من السلطة بسوء استخدام المال العام حرس ألاف الفرنسيين على توديع قائدهم المحبوب الراحل جاك شيراك بعد أن وفته المنية يوم الخميس الماضي عن عمر النهزة 86 عاما شيراك حكم فرنسا لفترتين رئيسيتين ما بين عامي 1995 إلى 2007 منذ ساعات الصباح الأولى تحدى هؤلاء الفرنسيون المطر من أجل إلقاء نظرة الوداع على الرئيس الراحل جاك شيراك في مراسم تكريم شعبية عشية الجنازة الرسمية اليوم الاثنين بحضور عدد كبير من القادة الأجانب وضع الناش الذي لف بالعالم الفرنسي تحت صورة عملاقة لشيراك وبين عامدين أحدهما باللون العالم الأوروبي والثاني بألوان العالم الفرنسي تدفق محب الشيراك إلى مجمع ليزان فاليد العسكري بالعاصمة بريس وهو المعلم الذي يضمه قبر نابليون بونابارت لإلقاء نظرة على الناش الذي وضع عند مدخل كتدرائية سان لوي ليزان فاليد حضر نحو خمسة ألاف شخص لتوقيع سجلات التعازي التي وضعت في المجمع وفي قصر الإليزي حتى مساء الأحد معبرين عن إعجابهم بالرجل الذي قال لا لحرب العراق الثانية كتبت الصخف الفرنسية أن شيراك بالتأكيد لم يكن ملاكا لكنه كان محبا للحياة ووصفته برفيق الفرنسيين وكانت خصاله وهي البساطة الإقدام المقاومة الطموح لخدمة مصالح بلاده هكذا كتبت الصحفة وأثارت وفاة شيراك يوم الخميس الماضي عن 86 عاما وهو الرجل الذي كان محبا للحياة والسياسي اليميني الذي سارع المرض منذ سنوات طويلة أثارت حزنا في فرنسا التي رأسها لمدة 12 عاما ما بين عام 95 وتسعمائة وألف إلى عام 2007 بعد أن شغل منصب رئيس بلدية باريس منذ عام 77 وتسعمائة وألف إلى عام 95 وتسعمائة وألف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد مقابلة الشخص الذي كشف عن مكالماته الهاتفية مع نظيره الأوكرانية وحذر ترامب على تويتر هذا الشخص من عواقب وخيمة لأنه يتجسس على رئيس الولايات المتحدة وفتح الديمقراطيون هذا الأسبوع تحقيقا بحق ترامب بهدف عزله إسرى تسريب لمحادسات هاتفية بينه ونظيره الأوكرانية أظهرت أنه يمارس ضغوطا على كيف على حد قول الديمقراطيين ربطا ضمنا التحقيق حول بايدن بصرف مساعدات أمريكية في غضون ذلك طلب الديمقراطيون في مجلس نواب الأمريكي بالاستماع إلى مكالمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق مع رئيس روسي فلاديمير بوتين وعدد من زعماء العالم الآخرين وبرروا هذا المطلب بمخاوفهم من احتمال أن يكون ترامب عرض الأمن القومي الأمريكي للخطر الدولة العميقة مصطلح يترادد عندما تعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها خاصة في دول الفاشلة والتي تمر بالترابات الأمنية لكنه ترادد داخل الولايات المتحدة على لسان مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلار وصف ما حدث في الآوينة الأخيرة مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه جزء من مؤامرة دولة العميقة لتأجيج المعارضة ضد رئيس الأمريكية تصريحات مستشار البيت الأبيض جاءت بعدما أعلن ديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكية أن الكونغرس مصامم على الاستماع إلى مكالمات ترامب مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من زعماء العالم الآخرين مشيرا إلى مخاوف من احتمال أن يكون ترامب عرض الأمن القومي للخطر أعتقد أن هناك حاجة قصوى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة ومعرفة ما إذا كان الرئيس قد قوض أمننا أيضا خلال محادثاته مع زعماء آخرين خاصة بوتين بطريقة اعتقده هو أنها قد تفيد بصورة شخصية حملته وبعد شكوى من أن ترامب طلب خدمة سياسية من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي من شأنها مساعدته على الفوز بالرئاسة لفترة ثانية يحقق أعضاء مجلس النواب فيما خوف من أن تكون تصرفات ترامب قد هددت الأمن القومي ونزهت الانتخابات الأمريكية وفتح الديمقراطيون تحقيقا بحق ترامب بهدف عزله وهو أمر مستبع حتى الآن وفي حال صوت مجلس النواب حيث الغالبية الديمقراطية على عزل ترامب وهو ما قد يحصل الشهر المقبل يتعين على مجلس الشيوخ ذات الغالبية الجمهورية تصويت على هذه الإجراءات بأغلبية الثلثين لقي مهاجران حتفهما أمس بعد حريق شب في مخيم مقتضم باللاجئين في جزيرة لازبوس شرق اليونان اندلعت على إسره أعمال شغبة وأفدت الشرطة أن أعمال الشغبة بدأت إسر اندلاع حريقين الأول خارج المخيم والآخر بداخله وبلغ الفرق الزمني بينهم عشرين دقيقة استخدمت الشرطة الغازة المسيلة للدموع لحتواء مزيري الشغبة أكدت وكالة أنباء سنر رسمية نقلا عن مصادر بالشرطة وفاة امرأة وطفل في الحريق ويعيش في اليونان سبعون ألف مهاجر معظمهم من اللاجئين السوريين ختم النشر عنوين الأخبار رئيس أسيسي يطمئن محدود الدخل ويؤكد التزام الحكومة بحقوق المواطنين البسطاء اجتماع عاجل بالخرطوم للمجموعة العلمية المستقلة اليوم لبحث المقترحات المصرية بشأن سد النهضة ولي العهد السعودي يحذر من ارتفاع قياسي لأسعار النفط العالمية إذا لم يتضافر العالم ردع إيران لكنه يؤكد أنه يفضل الحل السياسي نهاية نشر تفاصيل أكثر على ناعل دوت إي جي بعد قليل قراءة في الصحف المختلفة إلى اللقاء